السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى قانون الكيرشوف رأينا إذن قانون الكيرشوف الكيسي أل مع تطبيقات للكيسي أل واليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعرض إلى الجزء الثاني لقانون الكيرشوف وهو قانون الكي في أل إذن قانون الكي في أل أو كيرشوف بولتج لو هو قانونه أنه مجموعة الجهد في داخل مصار مغلق يساوي سفر يعني كما رأينا في التعريفات السابقة لمصار مغلق هذا مصار مغلق فيه مكونات كهربائية قانون الكيفيال يقول لي أنه مجموعة الجهد لهذه المكونات الكهربائية تساوي سفر لكن هناك خطوات متبعة لتحقيق قانون الكي في أل وهي بعد اختيار المصار المغلق مثلا لهذه الدارة الكهربائية اخترنا هذا المصار المغلق فنحدد اتجاه دوران نأخذ على من السبيل المثال هذا الاتجاه لنعتبره اتجاه موجب ثم نرى أنه في هذه الدارة الكهربائية بعد اختيارنا لاتجاه دوران نرى أنه عندي كم من مكون كهربائي عندي مكون رقم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة فنكتب لهذه المكونات جهد كل مكون فالمكون الاول جهده و V1 المكون الثاني جهده V2 المكون الثالث جهده قيمته V3 أما المكون الرابع جهده V4 والمكون الأخير قيمة جهده V5 قلنا أنه قانون الكيفيال هو مجموعة الجهد في داخل اللوب داخل هذا المسار المغلق يساوي سفر فكتبت جهد المكونات الكهربائية لهذه الدارة تساوي سفر لكن من سيأخذ موجب في الجهد ومن سيأخذ سالب فحسب الاتجاه الذي اخترناه إما في هذا الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس نجد نفس النتيجة إذا اخترنا مثلا هذا الاتجاه فنلاحظ أنه بالنسبة للمكون V1 والمكون V4 ولاحظ أنه الاتجاه هنا يدخل من السالب وكذلك هنا إذا سوف أمر بالاتجاه الدورة ولاحظ أنه هذا الاتجاه سوف يدخل من القطب السالب وبالتالي تكون V1 وال V4 تحمل سالب ونلاحظ أنه بالنسبة لل V2 ال V3 و ال V5 ولاحظ أنه الاتجاه هذا الذي اخترناه ولاحظ أنه يدخل من هنا هنا التيار يدخل من القطب الموجب أمر فيدخل من القطب الموجب لل V2 وكذلك أمر ليدخل من القطب الموجب ل V3 فيحمل كل من V2 وال V3 وال V5 موجب وبالتالي وبالتالي أكون قد طبقت قانون ال KVL والذي هدفه الرئيسي استخراج الجهد المجهول داخل اللوب الواحدة وبصفة غير مباشرة نستطيع استخراج قيمة التيار الكهربائي في إحدى المكونات وذلك بتطبيق قانون الأوم وهو أنه LV داخل المقاوم يساوي I ضرب R